اشتركوا في القناة هدأت الأمور بما يخص هذا وبالتالي شفنا بعض الهدوء بما يخصها الكام منتج نبدأ بالذهب الدهب استفاد كثير استفاد بشكل كبير من الفترة الماضية ولاحظنا ارتفاعاته كانت كبيرة بالمقارنة مع حجم التوترات الجيوسياسية ولأي مستوى قد وصلت هذه التوترات طبعا الذهب استغل الفرصة بقوة نتيجة ضعف الدولار الأمريكي نتيجة وجود التوترات نتيجة انخفاض المنشهية المخاطرة لدى المستثمرين تمكن من الارتفاع والوصول إلى مستويات 1290 دولار للأونسة والتي هي أساسا فنيا كانت مستويات مقاومة مهمة الارتداد من هذه المستويات والعودة إلى ما دون مستويات 1274 دولار للأونسة خلال التداولات اليوم تحديدا يعطي إشارة إلى أن الذهب قد بدأ التصحيح والتصحيح يبدو أعمق من المستوى طبعا التصحيحات من القمة التي قد وصل إليها مؤخرا أكثر من 50% نحن جاوزنا هذه المستويات ممكن جدا أن يستمر بالانخفاض أكثر نحن مستويات 1255 دولار للأونسة على هذا المنوال نتحدث عن الدولار شفنا الدولار الآن يرتفع يبسعد عن أن المستويات منذ أربعة أشهر عنا موضوع الفد لازمنا بنراقبه وآخر تصريح لداد لي بيقول أنه يمكن هالمرة خصوص هنا كنا شفنا أرقام سي بي بي آي واستبعدنا هذا السيناريو الآن نعود مرة أخرى ونشوف الدولار بيرتفاع وتصريحاته أنه يمكن يكون في فدهايك قبل نهاية العام حقيقة إمكانية أن يكون هناك رفع للسعر الفائدة في هذا العام ما نسفت بأي شكل من الأشكال خصوصا أنه كان هناك تأكيد إنما الحديث على مدى كميات الرفع القادم وهل سوف يكون هذا التوجه مستمر بالنسبة للفدرالي خصوصا بعدما دوائر كثيرا رسمت حول مستويات التضخم أن التضخم يعني يحتاج إلى إبطاء في عملية تشديد السياسة النقدية والانقسام الموجود داخل الفدرالي الأمريكي والتصريحات المتباعدة بعض الشيء من أعطاء داخل الفدرالي الأمريكي نحو نوايا الفدرالي باتجاه رفع أسعار الفائدة هو الذي يعني يزيد من وطيرة هذا الحديث ويزيد من صعوبة التكاهم في الوقت الحالي هل سيكون رفع خلال هذا العام أو لا طبعا بيانات اليوم مهمة جدا عم نستناهم تأكيد على أنه هل التضخم يعني يحتاج إلى عناية ورعاية الفدرالي الأمريكي بقرار رفع سعر الفائدة أو على الأقل إلغاء رفع آخر في سعر الفائدة هذا العام والتوجه نحو أبطاء أكبر في عملية تشديد السياسة النقدية في الفترة القادمة خصوصا أنه أكثر شيء يعني فعلا يلفت للانتباح بكل نتائج الاقتصاد الأمريكي هي مستويات التضخم المتراجعة باقي ما تبقى من بيانات يبدو أنها إيجابية أقل من دقيقة رائد نتحدث عن زوج دولور ين كمالاد آمن هذا بيعطينا قديش الرزق موجود بالسوق أين ترى تتحرك؟ ثلاثة ريزيجنيشن من الهيئة الاقتصادية التي تابع ترامب انتل ماركنكو اندر ارما كلهم استقالوا من البزنس كانس اللي كان وضعه هذا الزوج فيه عندنا فرصة للارتفاعات في الوقت الحالي ولكن جاذبية الياباني لا تزال موجودة في ظل هذه التوترات التي لم تنتهي بعد بالتالي الارتفاعات على هذا الزوج محدودة والعودة إلى مستويات المية والثمانة وما دون لا تزال مستهدفة في الوقت الحالي رائد الخضر شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة